نعم بالفعل منذ منتصف الليل أوضاع متوترة وساخنة وعمليات عسكرية واقتحامات يهشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي تتركز بشكل كبير في مدينة تولكرم ومخيم تولكرم شمالي الضفة الغربية منذ الساعة الثانية عشر مع انتصاف ليلة البارحة شن جيش الاحتلال الاسرائيلي عملية اقتحام بدأت بعملية تمويه باستهداف مخيم نور شمس بعمليات تجريف بالشارع الذي يربط مدينة تولكرم بمدينة نابس بمحاذاة المخيم وهناك تم تفجير عبوة ناسفة بجرافة ديناين ما ادى لاعطابها وانسحبت بطريقة عكسية وصولا الى المحور الغربي من مدينة تولكرم حيث حاجز 104 سنة عوز مع بدء عملية الانسحاب عند الساعة الواحدة من محيط مخيم نور شمس دفع جيش الاحتلال الاسرائيلي بعشرات الاليات العسكرية قوات كبيرة من الوحدات القاصة الدوفدوفان والفرق الهندسية لجيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة ست جرافات منها اربع جرافات من طراز ديناين بدأت بعملية اقتحام لمخيم تولكرم وتم فرض حصار مطبق على المخيم من كافة الاتجاهات بهدف تشكيل طوق امني يتقلص شيئا فشيئا وفق الافادات الميدانية بهدف احكام القبض على الاذرع العسكرية التي تؤكد في بياناتها المتتالية سواء كتيبة تولكرم سرايا القدس او حتى كتائب شهداء الاقصى مجموعات التأر والتحرير والرد السريع وكتائب القسام بانها تواصل خوض الاشتباكات والاستهدافات بالعبوات الناسفة في اطار التصدي لهذا الاقتحام الاشارات الميدانية التي وردتنا من داخل المخيم ان جيش الاحتلال بدأ بتنفيذ عمليات هدم جزئية لجدران المنازل بهدف التنقل من منزل الى اخر بعيدا عن الزقاق المخيم وتحديدا في حارات السوالمة والحمام وحارة ابو الفول وهي نتحدث عن عمق المخيم على وجه التحديد لربما الصورة تتحدث الان عن المشهد الميداني هذا هو المدقل الرئيسي لمخيم طبعا تولكرم وتحديدا الاطراف الشمالية للمخيم هناك تمركز للاليات العسكرية لكن هذا الثقل العسكري هو في اقصى الاطراف الشمالية الثقل العسكري لجيش الاحتلال الاسرائيلي هناك في اعلى الصورة حيث طبعا ما تعرف بحارة ابو الفول ومن تم وصولا الى العمق حارة السوالمة وحارة الحمام في المخيم وجيش الاحتلال الاسرائيلي بدأ بتنفيذ عمليات طبعا كبيرة للمداهمات والتحقيقات الميدانية في ذلك المكان بالاضافة الى ان هناك قوة عسكرية اسرائيلية اضافية تتمركز الان نستمع الى صوت انفجار هناك صوت انفجار مع استمرار هذه المداهمات التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه اللحظات ولربما هناك اشعة ليزر من محيط حارة البلاونة نستطيع رصده من هذه النقطة حقيقة انطفأت هذه الاضاءة لربما هي لقناصة جيش الاحتلال الاسرائيلي المنطقة برمتها المحيطة بالمخيم هناك اعتلاء لاسطح البنايات المرتفعة وتحويل جزء منها لثكنات عسكرية اسرائيلية جيش الاحتلال الاسرائيلي قبل قليل قام بمنع الطواقم الصحفية من التواجد على المدخل الرئيسي للمخيم ومنع مركبات الاسعاف من المرور عبر طبعا الحاجز العسكري بمحاذاة المخيم باتجاه نداءات استغاثة داخل المخيم وردنا قبل قليل من عناصر في الطواقم الطبية التابعة للهلال الاحمر ومتطوعين كذلك بانهم محاصرون داخل احدى البنايات في حارة الحمام وهناك عمليات هدم مستمرة في محيط المنطقة وتم التواصل وفق ما وردنا من قبل الهلال الاحمر الفلسطيني مع منظمة الصليبة الاحمر لمحاولة اجلاء الطواقم الطبية بطبيعة الحال منذ ساعات الفجر الاولى وحتى هذه اللحظة هناك من قطاع واسع للتيار الكهربائي عن انحاء متفرقة من مخيم تول كرم سيما وان هذه العملية بدأت عبر تجريف وتدمير جيش الاحتلال الاسرائيلي لمساحات واسعة للبنية التحتية وبشكل واضح هذه العملية هناك تدمير لشيء هو مدمر اصرى اصلا لم يتم اعادة التأهيل سيما وان واحد من ابرز واكبر الاقتحامات شمال الضفة الغربية قبيل الاقتحام الاخير لمخيم نور شمس استهدف مخيم تول كرم وخلف ضمارا هائلا وكبيرا في شبكات المياه وفي شبكات التيار الكهربائي والصرف الصحي حتى هذه اللحظة طرقات داخل المخيم غير معبدة وهناك منازل تم تفجيرها وهدمها بشكل جزئي غير طبعا لم يتم عملية استصلاحها وإعادة تأهيلها بطبيعة الحال هذا يتزامن مع سلسلة اقتحامات شهدتها مدن قلقيليا نابلس وكذلك ايضا طوباص في قلقيليا مداهمة حي كفارسابا بيئة المدينة وهناك تعرض جيش الاحتلال لعمليات اطلاق نار استهدفت الآليات العسكرية تبنت كتائب الأقصى مجموعات ليوث المجد المسؤولية عن هذه العملية اقتحام لبلدتي عزون وجيوس إلى الشرق من المدينة والسيطرة على منزل في بلدة عزون وتحويله لنقطة عسكرية تحديدا على الأطراف الشرقية المحاذية لطريق 55 الاستيطاني وكذلك ايضا تدمير مقتنيات منازل في بلدة جيوس هناك ايضا اقتحام رصد ساعات صباح هذا اليوم تحديدا في مخيم عسكر إلى الشرق من مدينة نابلس خلاله دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرافة عسكرية وبعدد محدود من الآليات نفذت عمليات تدمير محدودة وبأيضا مداهمات لجيش الاحتلال ومن ثم الانسحاب من المنطقة وأيضا عملية اقتحام لمدينة طوباص ومنطقة تياسير إلى الشرق من المدينة خلالها اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة قالت كتيبة طوباص سرايا القدس بأنها أوقعت قوة عسكرية إسرائيلية في كمين محكم وسط المدينة محققة إصابات مباشرة التعليق العسكري حتى هذه اللحظة يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر المراسلين العسكريين لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الاحتلال بدأ بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة تولكرم تستهدف الوصول إلى البنية التحتية للأذرع العسكرية يضيف أيضا المراسلون العسكريون الإسرائيليون بأن فرق هندسية تتبع لجيش الاحتلال تمكنت من العثور على عدد من العبوات الناسفة وقامت بتفجيرها داخل المخيم السياق مهم ومرتبط سيما بعد قيام جيش الاحتلال بتصفية خلية تتبع لكتائب القسام كانت منخرطة بشكل مباشر في عمليتي بيتليد والنبيلياس وينظر جيش الاحتلال على أن مدينة تولكرم أصبحت نقطة توتر كبيرة بحكم الموقع الجغرافي القريب والمتاخم على الأهداف الإسرائيلية تحديدا بعد مدينة جينين ولربما الآن تتسيد المشهد شمال الضفة الغربية يعني طوال الأيام الماضية نشهد اقتحامات مستمرة ومكررة ومكثفة من قبل جيش الاحتلال عنوانها كان الوصول إلى منفذي العمليات الآن نتحدث عن تصفية منفذي عمليتي النبيلياس وكذلك أيضا بيتليد اليوم نتحدث عن اقتحام للمخيم وهذا يضع بنك أهداف جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولات مستمرة من قبله طبعا لتنفيذ طبعا عمليات الاقتحام التي ينفذها هناك نقطة هامة في قراءة هذا الاقتحام أنه يأتي بعد اقتحام كبير وسابق وعملية العودة هي تأكيد على فشل لربما الاقتحامات السابقة خلال الاقتحام الكبير والذي استمر قرابة الستين ساعة في مخيم تول كرم تم مداهمة غالبية المنازل غالبية الحارات التحقيق مع عدد كبير من المواطنين اعتقال عدد كبير منهم تدمير البنية التحتية مئات المنازل تدمرت بشكل كلي وجزئي بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية لكن اليوم يعود جيش الاحتلال من جديد باتجاه مخيم تول كرم في هذه العملية العسكرية طبعا العملية هناك أطراف من الانتشار العسكري تتركز على وجه التحديد وفق ما يستطيع الزميل شادي التقاط هذه الصور حيث لا يبعد مستشفى الشهيد ثابت ثابت سوى بضعة أمطار عن نطاق مخيم طبعا تول كرم تحديدا من حارة هناك انتشار عسكري وآليات في عمق مدينة تول كرم تواصل عملية التموضع والحركة وتقييد وصول المواطنين وفي بعض الأحيان تغلق هذه الآليات أمام تموضعها مدخل الرئيسي لمستشفى ثابت ثابت بالإضافة إلى منع مستمر بطبيعة الحال إلى طبعا هذا هو صورة المستشفى الذي لا يبعد سوى بضعة أمطار حقيقة عبر هذه المنطقة الخضراء المحيطة التي تؤدي إلى حارة حارة الربايع في مخيم تول كرم المشهد على حاله والتحركات العسكرية لا زالت مستمرة لكن كثافة هذا الاقتحام حقيقة تتركز على أقصى الأطراف الجنوبية وحارة البلاون شرقا في مخيم تول كرم وكذلك أيضا ما يعرف بالأطراف الشرقية حارة المربع ومفرق أبو صفية هناك طبعا كثافة في الآليات العسكرية تحويل مساحات واسعة لمراكز تحقيق لمن يتم احتجازهم أو اعتقالهم في الصورة الميدانية التي طبعا يشهدها مخيم تول كرم خلد بدير مراسل الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر